الموجة الثانية مرحبا احنا عشنا خاصة ناسي من جيلي تحت شعارات الوطنية تحت شعارات حب الوطن خدمة الوطن الموت من اجل الوطن الى اخره هذه الشعارات طبعت شبابنا طبعت طفولتنا واصبحت جزء من ثقافتنا لكن ماذا وراء هذه المفهيم وماذا يجب ان نتعلم من اخفاقات هذه الانظمة التي ادعت الوطنية الوطن حب الوطن هو يمر بالنسبة لهذه الانظمة التي ارثت هذه الانظمة الوطنية تونس نموذجا ارثت مفهيم ان الوطن هو اخراجه من الاحتلال الاجنبي اوكي بالتفقيل ما فيش مشكلة انه الوطن هو بناء دولة يحكمها اهل البلد ومن ثم قصة الدولة الوطنية الى حد الان ما فيش مشكلة يعني احنا ماشيين في مفهوم ان الوطن هو التحرر من ربقة الاجنبي الوطنية هي تحرر من ربقة الاجنبي الوطنية هي بناء الدولة التي تكون يعني بيد اهل البلد لكن ماذا بعد يعني ماذا بعد ما دور هذه الدولة الدولة الوطنية التي بناها بورجيبة مثلا في تونس ما يعني هذه الدولة الوطنية هي في خدمة من وهنا نأتي الى المفارقة العجيبة في الوطنية وفي الفكر الوطني هو ان هذه الدولة في اخر مطاف تصبح اولا في خدمة نفسها ثانيا في خدمة النظام والنظام ليس الدولة النظام هو المتين او تلثمية شخص الذين يعني يستولون على مقاليد السلطة ويستعملون هذا الجهاز الذي هو جهاز الدولة في اخر مطاف هذه الدول التي بنيت على حلم انها ستخدم الوطن في اخر مطاف اصبحت لا تخدم الا نفسها اي البيروقراطية المشكلة المشكلة لهذه الدولة ثم تخدم يعني النظام اي الاشخاص الذين يقودون هذه الالة وعلى رأسهم الزعيم الاوحد والزعيم المفدى وكلكم على كل حال الناس الذين من جيل يعرفون قصة عبادة الشخصية التي آلت اليها هذه الانظمة هذه الدولة التي انزلقت شيئا فشيئا الى خدمة نفسها والى خدمة الاشخاص اصبحت في اخر المطاف لا تتورع عن رمي المواطنين في السجون عن ممارسة ابشع انواع الاضطهاد والتعذيب عن ممارسة شيء من التمييز بين الجهات وبين المواطنين وهكذا انتهت هذه الوطنية التي تميزت بانها اصبحت في خدمة الاستبداد او انها تلوثت بالاستبداد اصبحت وطنية تمجد الوطن على حساب المواطن اي انها اصبحت وطنية تتشدق بحبها لكائن هلامي نظري اسمه الوطن في حين انها اما تتعامل مع المواطن كانسان غير راشد او تتعامل معه كانسان عدو وهكذا شيئا فشيئا انتهينا الى هذه المفارقة مرة اخرى الغريبة انها وطنية بقدر ما تدعي انها تحب الوطن بقدر ما في ممارساتها باين عليها انها لا تحب المواطنين بينما الوطنية الحقيقية الوطنية الحقيقية هي الوطنية التي تعتبر ان خارطة الوطن هي على جسم كل مواطن وبالتالي فان اكبر جريمة يرتكبها انسان هي جريمة التعذيب لانك عندما تعتدي على هذا الجسد لهذا المواطن فانك تعتدي على الوطن ككل لان الوطن مرسوم موجود في ذلك المواطن وبالتالي انتهينا الى وطنية بدون مواطنين وهكذا هجر المواطنون الوطنية واصبحت هذه كلمة الوطنية استعملت لها كلمة ازخر من هؤلاء الناس الذين استعملوا الدولة لحسابهم الخاص واستعملوا الدولة لمصالحهم الخاصة ثم تنكروا شيئا فشيئا للمواطنين ثم جعلوا منهم مواطنين من درجة الثانية والثالثة والرابعة ما افسد اذا الوطنية هو الاستبداد لان الدولة الوطنية بالضرورة يجب ان تكون دولة ديمقراطية اما عندما تكون دولة مستبدة فهي كما قلت تنزلق بسرعة الى الفساد وبسرعة تنزلق الى خلق انماط من المواطنين وبصورة تصبح الوطنية بالنسبة اليها مجرد غلاف وهذا الاستبداد هو الذي افسد بنفس الكيفية الفكرة القومية لانه في اخر المطاف العروبة التي حلمنا بها وان بلاد العرب اوطاني وان لنا وطن عربي يمتد من الخليج الى المحيط كل هذا الكلام الجميل الذي سمعناه على الاقل في جيلي انا وكان جيلي يؤمن به او يعتقد اننا بصدد المشي في طريق هذه الوحدة العربية ما الذي افسد هذا الحلم الجميل مرة اخرى الاستبداد لكن هنا بطريقة مختلفة الاستبداد افسد الوطنية عندما جعل الدولة في خدمة صنف من المواطنين وعندما خلق المواطنين من درجة ثانية وعندما جعل الدولة تحارب هؤلاء المواطنين من درجة ثانية لكن الاستبداد افسد الفكرة القومية او جعلها مستحيلة التطبيق لانه الاتحاد الاوروبي على ذكر وهو النموذج هذا الاتحاد لم يقع الا بين دول ديمقراطية انا دائما اقول اصدقان الاوروبيين انتم عملتم معجزة لكن هذه المعجزة كانت نتيجة اندثار الانظمة الدكتاتورية لو بقي هتلر وبقي ميسوليني وبقيت كل الانظمة الفاشية في اوروبا وبضعت الانظمة الديمقراطية الموجودة لما تحققت الوحدة الاوروبية الوحدة لا تتحقق الا بين انظمة ديمقراطية اذا الاستبداد العربي لم يفسد فقط الوطنية وانما افسد ايضا وضع استحالة مطلقة لتكوين فضاء عربي مشترك وهذا لسبب بسيط هو ان الدكتاتور يعتبر ان البلد ما زرعته الخاصة يتصرف فيها كما يريد ولا يستطيع ان يقبل لحظة واحدة ان ينازعه في هذا الحكم المطلق اي شخص لان الاتحادات التي تقوم بين الدول فيها دائما وبدلا تخلي عن جزء من السلطة مثلا في العلاقات الخارجية او في العلاقات او في العلاقات الامنية دائما وبدلا ثم جزء من السلطة المركزية الذي يعطى للسلطة الاتحادية الدكتاتور عاجز بطبيعي عن ينسلم ولو ذر في سلطته الى اي يعني اي مستوى يكون فوقه وبالتالي هذا هذا الاستبداد افسد الديمقراطية وافسد الانظمة القومية لانه جعل منها انظمة غير قادرة هي نفس على التفاهم انتم تذكروا انه كان هناك يعني في العراق وفي سوريا بلدان نفس الحزب نفس المنظومة الايديولوجية نفس الافكار ومع هذا لم يستطيعوا التوحد فكيف بتوحيد كل اختار الامة العربية الدرس من كل هذا الدرس الذي نستخدرسه الان هو انه نحن بحاجة الى وطنية جديدة وهذه الوطنية الجديدة ليست مبنية على حب الوطن بما هو مفهوم من هلامي بقدر ما هي مبنية على حب المواطنين يعني انت لما تحب المواطنين لما سياستك الكلها مبنية على الاهتمام بالمواطنين لما انت مسؤوليتك هي كرامة كل مواطن اعطاء الحقوق الاقتصادية للمجتمع لكل المواطنين فبطبيعة حال انت تحب الوطن فبطبيعة حال انت ترفع من رفعة الوطن لكن العكس ليس صحيح يمكن ان تدعي حب كائن هلامي وعندما تعذب وعندما تضطهد هؤلاء يعني المواطنين فان وطنية كاذبة نحن اذا بحاجة الى وطنية جديدة كما نحن بحاجة الى عروبة جديدة عروبة مبنية على الاقرار بان الشعوب العربية شعوب حرة ويجب ان تكون لها شخصيتها يحافظ على شخصيته وان يحافظ على تقاليده وعلى 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 وفي نفس الوقت فان وجود انظمة ديمقراطية حقيقة وطنية سيجعلها قادرة فعلا على خلق هذا الفضاء العربي هذا الاتحاد العربي الذي اتمناه واتمنى للاجيال المقبلة ان تتمتع به حتى يكون لنا ليس فضاء وطني فقط ضيق وانما فضاء كبير لأفكارنا لسلعنا لأغانينا وهذا الفضاء نحن بأمس الحاجة إليه إذن مستقبلنا هو وطنية جديدة مبنية على حب المواطنين وليس على حب الوطن وعروبة جديدة مبنية على الإيمان بأن هذه الشعوب يجب أن تحافظ على استقلالها تحافظ على شخصيتها وأن تتوحد بينها في إطار الدولة الديمقراطية ومرة أخرى أحلام وأحلام لكنها ستتحقق إن شاء الله ننتصر أو ننتصر والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر